أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لني أسكنت من ذريتي بغاد غير ذي ذر ربنا إني أسكنت من ذريتي بغاد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُولِلْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقِ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّي جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِي وَالِذَيَّ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَكُومُ الْحِسَابِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِي وَالِذَيَّ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَكُومُ الْحِسَابِ صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكل متابعي اليوم السابع احنا مع حضراتكم في لايف جديد وتحديدا من محافظة الشرقية في الزكرة السادسة عشر لرحيل عملاق التلاوى الشيخ محمد الليسي ابن قرية النخاس تابعة لمركز زازي بمحافظة الشرقية كان الشيخ رحمة الله عليه ولد في قرية النخاس حافظ القرآن في السادسة من عمره على يد والده وجده ويمكن نجله الشيخ محمد الليسي هو أيضا من حافظ الكتاب الله الشيخ ولد في أسرة كرآنية وكان لذلك سبب أنه يكون قارئ بمواصفات خاصة بل تفوق كمان على والده وجده وزع صيته هو في الخامسة عشر من عمره التحق بإذاعة الكرآن الكريم عام 1984 ويمكن الشيخ قرأ في عدد كبير جدا من دول العالم ألمانيا لولايات المتحدة إيران باكستان واطلق عليه في العديد من دول الخليج ملك التلاوى يمكن احنا في الزكرة السادسة عشر لرحيل الشيخ محمد الليسي في خمسة مارس ساعة الفين وستة موجود معانا عدد من محبين الشيخ آآ ومستمعي معانا يعني عدد من آآ مجموعة من الأهالي يحرصوا ان هم يحضروا ويحيوا ذكرى الشيخ من محافظة الدأهلية ومن الاليوبية وفي ناس من الغربية احنا هنتكلم الاول مع الشيخ محمد الليسي نجل مولانا بنرحب بحضرتك على اليوم السابع احنا خارسين في اليوم السابع ان احنا نكون مع حضرتك في ذكرى رحيل الشيخ رحمد الله علي احبين هروا باتكلمنا يعني ايه اللي حركة علمته من الشيخ محمد الليسي رحمد الله علي بسم الله الرحمن الرحيم اشكر حضرتك طبعا واشكر اليوم السابع في ذكرى الستاشر لوفاة والدي الشيخ محمد الليسي الله رحمه طبعا اهم حاجة المحافظة على الكرآن ده اللي انا تعلمته من والدي ودايما نكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى بس دي اهم حاجة الفتوح ذا بتاع ربنا ده الشهرة والحاجات ديت من عنده ربنا سبحانه وتعالى كان دايما الحريس يقول لي دايما احكام الكرآن الحروف الكرآن مصبوطة الغنن المدود الاحكام احكام التجويد والحفظ بس دي اهم حاجة الواحد يتقل له في الكرآن اللي بيقرأه يعني بس هل قرأت حضرتك مع مولانا رحمد الله عليه في احد المساقات قرأت بدوره حصل بس كنت صغير يعني كنا كان فيه مسابقة اسمها مسابقة الاسوات الحسنة اه كان تبع وزارة العواف كانوا بيقرأوا قدام الرئيس تقريبا في ليلة القادر فكانوا مختارين حوالي اربعة وعشرين واحد متقدمين طالب يعني وانا من ضمنهم فبقنا اتنين بس وبعدين كان دايما الشيخ ابو العنين اللي ارحمه كان يقول له يا شيخ محمد خد محمد معك يعني يقرأ في الحفلات فقرأت معا تقريبا مرتين او ثلاثة مرة في السنبلوين مرة في بلد جنبنا وكان بيسني علي فمن ضمن المرات يعني انا كنت ممكن اكرأ قدام اي حد الا امامه كان فيه رهبة جمدة يعني صراحة فتفاجأت بي بيقول يعني تقريبا الناس طلبوا منه عارف ان انا صوتي حلو في العزة قال له العزين الشيخ محمد يقرأ شوية قبل المغرب فهو طبعا عارف ان انا بقى احرج منه وبقى فيه رهبة يعني فاستأذن قال لي ساعتما لاني طلعت على الدكة اكرأ فراح اي اللي هزبقك انا على المسجد وبرحتك انت بقى عشان يشيل عني الحرج يعني فكان دايما يعني الله رحمه انا تعلمت من التواضع حب الناس ما كانش كان نسان مبتسم كان عنده ما بياخدش الكرار بسرعة ما بيعملش حد يعني يعني ما فيش حد يبيتعامل معاه غيره يحبه بصراحة الشيخ كان يحب ليسمعني برحمة الله كرة يعني هو كان الشيخ كامل يوسف البهتيمي لا كردهم واحد عملا لا هم كان كتير يعني هو كان بيسمع كل الناس دايما القرء الحلو لازم يسمع كل الكراء عشان يستفيد منهم ممكن انا عندي موهبة موهبتي يعني اخد من الشيخ الطبلوي ممكن اخد من الشيخ عبدالباصل بس بطريقتي بصوتي انا بس هم عمالكة طبعا لازم هم بيكروا قبله يعني الشيخ عبدالباصل طالعرهم الشيخ من شهاوي انه رحمة الله عنه كان متمكن في حدتي ممكن بيكروا قبله اه طب لقب عملاكة الكراء وملكة التلاوة كلمنا عنهم مع عملاكة عملاكة الكراء الناس طبعا لقبوا بلقى عملاكة الكراء لانه هو فعلا عملاكة الكراء بصراحة يعني ملكة التلاوة في ايران تقريبا الدكتور احمد نعينع كان قابلني كنت انا جاء من باكستان وهو كان جاء تقريبا من سفر برضو من المانيا تقريبا فتقاب لنا في دبي في مطار دبي فاااااااا اتكلم معاه شوية كان الشيخ في الوقت ده توفي كان لسه متوفي بقى له سنة تقريبا فقال لي انت تعرف اني معايا صور المصور مصورها لوالدك سنة الفين لما ننزل هديرك السور في المطار المصور ما يعرفش ان والدك توفى قال لي ودي السور دي للشيخ الليسي قال له الشيخ الليسي توفى قال له خلاص ودي يعني الرجل اتفاجئ المصور فقال لي مسميين قاعة كبيرة في ايران كاتبين عليها وحطين صورة والدك عليها اكبر صورة في الكرة وكاتبين تحت الصورة مالك التلاو محمد الله عم ممكن بس سريعا نحن كلمة معي نحن نشكر حضرتك جدا وشكرا لزوح حضرتك وتوضعك وان شاء الله يعني احنا كنا حرسين جدا نحن نحي مع حضرتك ذكرى رحيم المولان حضرتك جاي من محافظة الدقالية نعم حضرتك انا من مركز اجا محافظة الدقالية جئت الى هذا المكان حبا في فضيلة الشيخ اللي ترحمه الله عليه في تكره وفاته ويعني نحن نحبه حبا جما ونتعلق به كثيرا حينما نستمع الى قراءته وتلاوته سواء كانت المسجلة هنا او التلاوات الندرة لانه اعتبر يعني قارئ من الرعيل الاول شكرا جدا السلام عليكم ورحمة الله ياسر عبدالرقوف من الاليوبية من حبين سيدنا الشيخ محمد الليتي جاي مخصوص برضه عشان حضرتك او جاي مخصوص لنا نقصة من المحبين بتوعه احنا معنا الاستاذ علاء صالح وكان مدير اعمال الشيخ علاء الصالح عفوا نفانتم مدير اعمال الشيخ لمدة تلاتين سنة تقريبا تلاتين تلاتين سنة طيب حبيبا حضرتك تتكلمنا كده عن حياتك مع مولانا ممكن حضرتك لسينة ان فيه بعد الناس لما بتتصل لو الشيخ مجهول في ميدن كنت تأجل العزم المخصوص الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكرك شكرا جزيلا والشرف لي ان انا اكون مدير اعمال الشيخ محمد الليسي في الوقت الحساس في حياته الخاصة تعال اتفضل خلي بال حضرتك مدير اعمال الشيخ محمد الليسي كانت القصة حلوة وجميلة وقلت تاني ماسك شغله اتفاجاته وعمره مجلي انت اتفاقت عليه ولا عملت ايه ولا روحت فين ولا جيت منين اجي الصبح بالليل اقول له ان اتفاقت في حياته تلفوني حصل مرة كنا في ميتم كان في بلد طبع دير بلنج اسمها صفور وبأجل الميتم اجل الميتم ليلة واحد مش فاضل نهاردة يبا ان شاء الله بقرأ اجل الميتم حبا في الشيخ الليسي مسهلة الصنطة من الناس اللي بيحبوا الشيخ الليسي اه الناس كلها بتحب الشيخ محمد الليسي اه ادبه احترامه اه عدم تجبره على زميله اه لو لقى قارئ بيقرأ مسلا او الصوت اه كده اخاقيا جدا جدا اللي يمكن يتجبر عليه خالص خالص لما حتى جي مرة صاحب ميتم وكان يشهد عليه برضو اخويا مؤمن كان لسه مشرفنا حالا اندلوقتي اه اه الرجل قاله انت باصل الميتم قارئ كبير والله بيقرأ وكان صوت عبانه وكان الشيخ قال له انت باصل الميتم فطبعا القارئ الكبير ستعزنه مشي الله يرحمه بدأ الليسي يقرأ قراءة بقى الله اكبر في الناس من قمة الانبهار قال له انت عدنك معنا تختم لحد يعني ايه اه من بطن خلص ايه موقف كدت بتحصل مع مولينا اسماء التلاوة في العزائي ده كتير يعني احنا يعني برضو كان في مرة دخلين الميتم وبرضو كان معنا اخويا مؤمن وكنا بعدين في الميتم من راجل للشيخ دخل وبعدين زي ما انا حكيت لك قبل كده مش الليسي ده الراجل عام رسي بص للصورة ويبص للشيخ يبص للصور لا مش شيخ يا لا ميتم ابو يا باص يا جماعة ميتم ابو يا باص المؤمن يقولهم والله هو دي الشيخ الليسي يعني مش عارف يعمل ايه قاعد على الدكة وقرأ ما تيسر الراجل يبص للصورة برضو تاني وبص القراءة لحد ما تمكن ان هو دي فعلا الشيخ الليسي راح بايس ايده وبايس راسه ربنا يخليك يعني شفت الحب بتاع الليسي اه لا لا التواضع لا الشيخ الليسي كان الله الواقع صراحة متواضع جدا 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 وقمة من الادب والاخلاق وعمره ما تجبر زميل والعمره ما تجبر عملت الليلة النهاردة ما ودت فلان او قرأت قراءة او عملت لا يمكن ولا كان بيحكي دا يتف كنا بن يتفاجئ ان احنا نجي نسمع الشريط يقول لي ايش يغل الشريط دي علاء اسمعه وقول لك الله عودة سالم قرية صغيرة في عودة في بلد اسمها ديار بنجم البلد دي ان عرفت بص جميع بلدان العالم عرفت عودة سالم دي بصورة النساء بصورة النساء دي ربنا سبحانه وتعالى يعني انعم على سيدنا الشيخ محمد ريسى الله رحمه يعني ايه الحلوة دي كمة الجمال والاداء والرقي والتلاوة حاجة حاجة تفوق الوصف حد يعني انت بسمعه مفاش حد بيك رسولة النساء خالص حرمت عليكم ومهاتوكم حاجة جميلة خالص البلاد سيادتك اللي في المنطقة كلها نعرفت البلاد نعرفت باسم الشيخ الليسي يعني النساء عودة سالم ابراهيم التلين ابو طوالة النساء ميتة الجرشي المحلة الكبرى مسهلة قفر الشيخ الحبش دارب السوق السنبلوين صفور اجي كنا بنقرأ ميتة مرة عند كبير اخو كبير يا وران الرئيس انور السدد اخوه جاعد بيقول لي الدين التليفون بتاع الشيخ عشان لما يجي يقرأ عرفني هو رايح فين فبقول له ده مشوار عليه قال له لا انت معك 400 كيلو الشيخ الليسي دي حاجة كبيرة جدا ايدي احنا عمرنا ما سنكون في المنصورة نفسه اتفاجئوا كان قارئ كبير بيقرأ وما كانش فاضي وقال له الشيخ محمد الليسي بيحضر معنا الليلة الناس اتفاجأت يعني اتفاجأت بال بالتلاوة دي عشاق الشيخ مصطفى اسمعين وعشاق فلان وقراء كبار اتفاجئوا بالقراءة وبدأوا ياخد تلفوناته ويلف فراه وياخد تلفوناته والله اللحظات الاخيرة دي انا ما بحبش احكيها خالص لانها لحظات بالنسبة لنا شخصيا مريرة وصعبة جدا للغاية سامحني يا رب انا ما كنتش متوقع وكلنا والشيخ محمد اخويا وحبيبي 57 عام ان شاء الله 57 سنة اه 57 سنة الله يرحمه يحسن له ويبركنا في الشيخ محمد الليسي الصغير اللي هو مجمعنا دلوقتي دي فضل من الله علينا ان احنا نحضر من ذكر الشيخ محمد الليسي الزكرة بتاعته والعطرة اه الله يرحمه يحسن اليه اللحظات الاخيرة عشان المتابعين اللحظات الاخيرة تبقى مع يعني بس ازانك يبقى مع أخي الشيخ محمد الليسي ان هو الاضر معلش سامحيني الموضوع كبير بعدها اه مؤمن طبعا الرفيق الشخصي معانا مع الشيخ محمد الليسي تعالى مؤمن اما الشيخ محمد معلش هو ليحكي لك معلش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه النهارة الذكرى بتاعت الشيخ طبعا مليون باب مفتوح نتكلم فيه ومليون باب مفتوح مش هتقفل مدى الحياة لان الشيخ محمد الليسي ربنا اعطاه موهبة من عنده هتظل ومدى الحياة لان ربنا قال في كتابه وان له لحافظه فاراد ربنا ان يحفظ الكرآن في صدر الشيخ محمد وربنا بيصطفي اهل الكرآن وطبعا اصطفى الشيخ محمد فحافظ فيه كتابه ووضع فيه موهبته الموهبة اللي يشهد كل محبيه وكل من سامعه وحضره والاجيال القادمة اللي ما عاشتش حياة الشيخ بتشهد بالاسطورة الخالدة والصوت الدائم عبر الزمن لانه حافظ على كتاب الله فربنا حافظ كتابه في صدر الشيخ محمد وفي صوته وفي موهبته وهيظل مدى الحياة صوته مخلط عبر العصور عبر الزمن احنا احنا مش من ما منقولش انه هر للذكرى بتاعته بانه هو مش ذكرى هو ثابت معنا كل يوم وكل لحظة وطبعا كل جلسة بنجلسها مع اي حد من احبابنا لا ينقطع الحديث عن الشيخ محمد الليسي وكل احتفال قرآني بيقام على مستوى الجمهورية ليلة قرآنية احتفال ليلة عزاء لا تخلو من ذكر الشيخ محمد الليسي او ذكرياته والنهاردة مش ذكرى بتاعته هو يوم وفاته يوافق اليون ما هو ما رحدش عننا والحاجة والجسد رحل لكن ربنا اراد انه يكون باقي بما خلده للتاريخ من تلوات قرآن سليم سليم يحفظ الى مدى الحياة باذن الله تعالى عليه رحمة الله شكرا هاخد فعلا من كلام حضرتك هو الشيخ رحل جسده فقط يمكن في الصباح كانت ازاعة الكرآن الكريم بتزيع للشيخ سورة النساء سورة يوسف عفوا بصوته كانت حاجة ممتعة جدا يعني رحمة الله عليه الشيخ محمد احنا هنختم مع حضرتك يعني حابين برضو نعرف اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ يعني نعرف الحركة يعني متأثر جدا ومن قرأ فعزاء الشيخ الليسي رحمة الله عليه وهنختم مع حضرتك هو اللحظات الأخيرة طبعا كان يعني المرض أو كده أو التعب الفترة الأخيرة بس هو كان عنده كوت إيمان رهيبة رهيبة جدا يعني كان لحد آخر لحظة الحمد لله ده دي فضل مربنا عليه فضل القرآن عليه وعلى أهل القرآن من ضمن يعني الحاجات اللي ربنا وعد بها للقرآن إن أهل حافظوا القرآن لن يذهب عكله إلى أن تخرج روحه فالحد اللحظة الأخيرة كان بيصلي وهو ليس جالسا هو بيصلي عادي واقف عادي ومتيكن وعارف وبيعمل إيه وكان على طول يقول الحمد لله فالحمد لله هو كان نفسي محمد إفاد نعم مرض في الخنجر صحي نعم رحمة الله إحنا بعتنا طبعا الأوراق والسي في بتاع الأوراق بتاع المرض والتعب كله فرنسا وألمانيا البروفيسير الفرنسي والألماني قالوا هو نفس العلاج اللي في مصر هو اللي عندنا فلو جيها هياخد نفس العلاج تقريبا فهو طبعا الله رحمه ويجعله في ميزال حسناته يا رب ويرحم أموتنا جميعا أموت المسلمين ويعني ويجعل مرضه في ميزال حسناته يا رب وصبره على مرضه وهو فعلا ما متش زي ما مؤمن قال بصوته وساب لنا حاجة نتعلم منها ولنا كلنا نتعلم من الكراء لسطة الجداد واللي كانوا معاه يشهدوله بحسن الزمالة وكان إنسان دايما يحب الخير لأصدقاء والكراء وكان كلهم حوالي وفاتح البيت لهم وكان هو اللي بيتصل به أنت ما بيجيش لي أنا مفتقدك يا ما بيجيش لي كان بيحب أصحابه حوالي من قرأ فعزائي الشيخ ليس رحمه الله قرأ كل الكراء عشان ما نساش حد وحد يزعل كل الكراء كل الناس كانوا موجودين الشيخ عبد الفتاح الشيخ أنور بس ما كرأش الشيخ محمد أحمد شبيب الله أرحمه الشيخ سيد متولي قرأ الله أرحمه الشيخ الخشت الشيخ سيد سعيد ربنا شفي الشيخ منصور عندنا من البلد من تاني الشيخ محمود علي حسن الشيخ محمود صابر الشيخ الله أرحمه عبد الله عمران وفتح المليقي كل الكراء كانوا بيتسابقوا أن هما فعزاش الناس مش كانت جاء تعزيني يعني أو تعزيني كان بيعزوا نفسهم من قرأ شرفنا ونورنا طبعا 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 من رفض القراءة كان غزبا عنه ويستطيع عنك من الكراء الكبارة حيانا عليهم كثيرا احنا بنشكر حضرتك جدا القارئ الشيخ محمد الليسي نجل مولانا الشيخ محمد الليسي رحمة الله عليه كنا معكم متابعين اليوم السابع من منزل الشيخ محمد الليسي بقرية النخاس تابعة لمركز زازي بمحافظة الشرقية في الزكرة السادسة عشر على رحيل ويمكن البيت متواجد فيه عدد من محبين الشيخ من عدد من محافظات مصر هرسوا نحما يا